ترجمة نانسي قنقر وقال معليه أن مملكة البحرين تعد إنموذجا حضاريا متقدما لما تمتاز به من إرث تاريخي قائم على قيم التعايش والتعددية واحترام الأديان لافتني لأن التنوع أحد سمات المجتمع البحريني كما هو سمة للاقتصاد البحريني المتنوع في مصادره ممن عكس عليه بشكل إيجابي جاء ذلك خلال الإجاز الإعلامي الذي قدمه معالي الشيخ سلمان من خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة على هامش الزيارة الرسمية التاريخية التي يقوم بها قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين والتي تأتي تلبية لدعوة جلالة ملك البلاد المعظم حيث أعرب معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني وسعادة وزيرة التنمية المستدامة عن اعتزازهما بالزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس والتي تعد برهانا على أن البحرين موطن محتضن ومرحب لمختلف الأديان والمذاحب وقال معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني إن مملكة البحرين تواصل الاستثمار في تطوير المهارات والخبرات لبلوغ كافة التطلعات والطموحات بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني وخلق الفرص الواعدة للمواطنين وأشار معاليه لمواصلة مملكة البحرين تحقيق منجزاتها التنموية ضمن خطة التعافي الاقتصادي من خلال أولوياتها الخمس الرئيسة وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص لافت معالي للمشاريع التنموية الكبرى ضمن خطة التعافي الاقتصادي التي تفوق قيمتها 32 مليار دولار أمريكي والفرص الاستثمارية الجديدة بقيمة تفوق 30 مليار دولار أمريكي والتي من بينها مدن جديدة ومناطق استثمارية وصناعية ومشاريع من جانبها أكدت سعادة السيدة نور بنت علي الخلايف وزيرة التنمية المستدامة أن مملكة البحرين تسير على نهجها الثابت بترسيخها لقيم ومبادئ التسامح والتعددية الثقافية ما جعل منها انموذجا حضاريا على كافة الأصعدة مشيرة إلى جهود البحرين في تعزيز تقدم المرأة البحرينية منوهة بالدور الرائد للمجلس الأعلى للمرأة برئاسة سمو قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وما حققه من إنجازات متميزة أسهمت بتعزيز موقع المرأة البحرينية على كافة الأصعدة والذي مكنها من تبوئ مراتب متقدمة وأشارت سعادتها إلى المشاريع والخطط التنموية في مملكة البحرين التي تستهدف الحفاظ على البيئة وتحقيق استدامة مواردها واستعرضت سعادتها جهود مملكة البحرين ومبادراتها في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهدافها الطموحة بالوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060 بهدف مواجهة تحديات التغير المناخي وحماية البيئة ولفتت سعادتها إلى الحرص على مواصلة كافة الجهود لتحقيق الأهداف التنموية لاستدامة الطاقة من خلال مشاريع الطاقة المتجددة مما يؤكد حرص البحرين على مواصلة تحقيق التنمية المستدامة